قال مولانا وإمامنا الإمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه أنا ابن البشير أنا ابن النذير أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه أنا ابن السراج المنير أنا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أنا من أهل بيت فرض الله مودتهم في كتابه فقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا فالحسنة مودتنا أهل البيت صدق مولانا وإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه ونحن نعيش عشية ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه وهذا أول خطاب وأول خطبة قالها إمامنا الحسن عليه السلام بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين ومولى المتقين عليه السلام بعد أن نعى أباه أمير المؤمنين عليه السلام وجه الأنظار إلى شخصه الكريم الذي هو امتداد إلى طريق أبيه أمير المؤمنين وإلى طريق النبي صلى الله عليه وآله حيث طريق الإسلام والدين والمنهج القويم ليؤكد على إمامة أهل البيت عليهم السلام التي هي تراثهم والتي هي اشتباء واصطفاء من الله لهم وبهذه المناسبة نعزي العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وشيعة أهل البيت على وجه الخصوص وعلى رأسهم العلماء الأعلام بهذه الذكرى الأليمة ونوجه تعازينا ومواساتنا إلى مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في شهادة هذا الإمام المظلوم المسموم ونقتبس من حياته الشريفة وسيرته المباركة بعضا من الدروس لأنه إذا مرت علينا ذكرى الإمام عليه السلام نحن نعيش أمام عطاء نعيش أمام مدرسة نأخذ منها الدروس ونستلهم منها العبر وسيرته العطرة كلها مليئة بالفضائل والمكارم والأخلاق والمثل والقيم التي تأخذ بالإنسان إلى حيث السمو العلم والفكر والأخلاق والإيمان والتقواء والوعي في هذه الحياة جانب من جوانب حياة الإمام عليه السلام وهو الورع الذي كان يتصف به الإمام عليه السلام وعلاقته بالله سبحانه وتعالى هذه الصفة التي يحتاج لها كل مؤمن ويلزم منه بحكم علاقته بالله وعبوديته لله سبحانه وتعالى أن ينمي هذه الصفة في نفسه ويعزز هذه الخلة في ذاته لننظر إلى إمامنا الحسن عليه السلام فقد قال المؤرخون كان له توجه خاص لله سبحانه وتعالى وهذا التوجه كان يظهر أحياناً على ملامح وجهه وأحياناً أثناء وضوءه حين يتوضأ فكان يتغير لونه ويرتجف أو ترتجف أعضاؤه وحين كان يسأل عن سبب ارتعاد فرائصه الفرائص هي أعلى الكتف والعظمتين العلويتين من الصدر كان يجيب عليه السلام وكيف لا وأنا واقف أمام الله جل وعلا فحق للإنسان أن يرتجف وترتعد فرائصه من الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذه الحالة من الإمام عليه السلام كلنا يمر علينا هذه الحالة اليومية أي أننا نتوضأ وأننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأننا نصف قدمينا إلى الله سبحانه وتعالى لكن إما عليهم السلام والإمام الحسن هنا يقول أن حقيقة هذه العلاقة بالله في هذه المواضع لا تكون من خلال الأعمال الظاهرية التي يأتي بها الإنسان من وضوء ومن قيام أو وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذه لا تعطي حقيقة للعبودية بقدر ما تعطيه ذلك الاتصال المعنوي بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف العبادة لله سبحانه وتعالى ليس كل عبادة توصل إلى الله سبحانه وتعالى ليس كل عبادة توصل إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا صلى إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قد يقول أنا صليت أنا توضأت ووضوء صحيح وأنا صليت ولكن هذا لا يدرك بأن هناك فرقا بين الصلاة وإقام الصلاة هناك فرق بين الصلاة وبين إقام الصلاة أنت أحيانا تصلي وأحيانا لا تقيم الصلاة تقول ما الفرق بينها هل أقيم يعني أؤذن وأقيم فأكون أنا من الذين أقام الصلاة أم لا لا ليس معنى أنك تؤذن وتقيم فتكون من الذين أقام الصلاة تلك أمور يحبب لك أن تأتي بها لتعينك على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعروج إلى الله سبحانه وتعالى صلى على محمد وعليم لا بأس بها ثانية ففرق بين الصلاة وإقام الصلاة وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ذكر الله يجعل فيهم الخوف والوجل هلاء المخبتين متواضعين لله متصلين بالله سبحانه وتعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة على صفتهم أنهم أهل إقام للصلاة ذكر الله يخافون ترتجف قلوبهم تخشع قلوبهم خوفا من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت هم أهل صبر وتحمل في هذه الدنيا وهم أهل إقامة للصلاة ومما رزقناهم ينفقون أهل عطاء هذه صفات الإنسان المؤمن نجدها في الإمام الحسن سلام الله عليه إمام الحسن حياته كلها دروس عملية للإنسان أرجع أقول إذن ما الفرق بين الصلاة وإقام الصلاة لاحظوا القرآن دائما حينما يأمر الإنسان بالصلاة لا يقول له صلي لا يقول للمؤمنين صلوا ولا يقول حينما يصف المؤمنين صلوا وإنما يقول أقاموا الصلاة أقموا الصلاة لذكره يقيمون الصلاة دائما الإقامة تسبق الصلاة لماذا هذا التأكيد وما معنى ذلك تأكيد على ذلك أن الصلاة بدون إقامة أي بدون أن تكون الصلاة طريقا إلى الله وبدون أن تكون الصلاة بمعنى أن تكون اتصالا بالله سبحانه وتعالى هذه لا توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى قد تبرأ ذمتك لا يقال عنك صلي بعد ذلك لا يقال عنك ماذا أقضي الصلاة لا تبرأ ذمتك من الناحية العملية والفقهية ولكن الإنسان لا يسعى إلى أن تبرأ ذمته بقدر ما يسعى إلى أن تقبل صلاته وقبول الصلاة مرتبط بإقام الصلاة بأن تقيم الصلاة مفقط تصلي لا أن يكون هذا الإنسان صلاته كصلاة نقر الغراب الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وآله كما روي في المسجد لا يتم ركوع ولا سجود ترى هكذا ناس إذا جاء يصلي لا يوجد عنده وقت للصلاة إذا جاء يذكر الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده وقت لذكر الله سبحانه وتعالى وإذا كأنه الحياة سوف تفوت منه في هذه اللحظات ولكن هذا الإنسان نفسه وانظر إلى المفارقة هذا الإنسان نفسه قد تجده يصرف الأوقات الكثيرة لمشاهدة التلفاز ومشاهدة المباريات والجلوس في الاستراحات إلى وقت متأخر من الليل وهذا عنده الوقت المتسع لكل ذلك ولكن حينما يأتي للصلاة يأخذها بشكل على عجله وكأنه الدنيا والحياة وكل شيء سوف يفوته في تلك الدقائق المعدودة مع الله سبحانه وتعالى وهذا من ضعف الدين ومن ضعف الإيمان ومن ضعف الوازع تتجد البعض يصلي يأتي جماعة وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى تعقيب بعد الصلاة ما عنده وقت للتعقيب ما عنده وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو راح شالد ترى وراح راح بيته تقول هذا عنده يمكن عنده ضارف عنده مشكلة عنده قضية عنده مال سوف يسرقه لص عنده كذا لا أبدا ما عنده شيء يروح بس يريد يستريح في بيته زين وين انت ليش ما تعطي الله سبحانه وتعالى شيء من الوقت من الذكر من الدعاء من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عندنا 24 ساعة في اليوم وأوقات الصلاة لو تحسبها معدودة أوقات ذكر الله معدودة وكل بقية الأوقات نصرفها إلى حياتنا ودنيانا هل هذا من الإنصاف مع الله هل هذا من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إمام الحسن عليه السلام إلى أن يروض نفسه تقول والله أنا إنسان عادي شا سوي لما أقف إلى الصلاة دهني يشريد يروح هنا وهناك وعمل وموعد وكذا طيب أنت الآن ممن تتلمذ على منابر الحسين عليه السلام والخطباء يصرخون العلماء يوجهون المبلغون يشتهدون يذكرون طيب أنت ما عندك استعداد إلى أن تغير هذه العادة إلى أن تشتهد فإنه تغير من مسارك هذا العبادي مع الله سبحانه وتعالى هذه عادة تحتاج إلى اجتهاد إلى جهد في تغيير العادة ترويض إنما هي نفسي أمير المؤمن سلام الله أنما هي نفسي أروضها على التقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر هذا أمير المؤمن سلام الله وهو إمام معصوب فما بالنا نحن واقعا الإنسان يقول أعاننا الله على أمور ديننا وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى تاج الإنسان إلى أن يطلب من الله العوم لكن يحتاج الإنسان إلى أنه ينتبه إلى هذا الجانب ينتبه إلى هذه القضية وهي كيف أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقق الورع مع الله سبحانه وتعالى وإذا كبار الله هو أكبر شو يصلي وإذا راح إلى الدنيا ما ينتبه إلى الصلاة لا يقول السلام عليكم ورحمة الله انتبه أنه قاعد يصلي انتبه قاعد يصلي لهذا بعض الأمور المستحبة جيدة عين الإنسان أنا قلت ذلك الأذان يستحب ليش بعض الشباب ما يأذن لما يجي يصلي ليش ما يأذن أول ما يجي يستقبل القبلة الله هو أكبر طيب ليش ما تأذن لماذا لا تقيم أذان والإقامة هذه من طرق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أنت تهيئ قلبك تعرف هذه ألفاظ الأذان والإقامة تفعل فعلها الروح خصوصا عندك توجه تفعل فعلها الروح على النفس والقلب والسلوك وتهيئ لأنك في محضر الله سبحانه وتعالى شوف رفع التكبير يقول العلماء هذه الحركة هذه مستحبة المواجبة المواجب والركن هو تكبير صح ولا لا هذه تعرف أنه حينما تقول الله أكبر وتعمل يعني المستحب الذي يقوله العلماء أنك تقول الله أكبر وانت رافع يدك كأنما أنت تبعد عن سمعك وعقلك وتفكيرك كل وساوس الشيطان وإبليس بقول الله أكبر لكن تحتاج لتوجه هذه كلها أمور ومقدمات تعين تعين الإنسان بعد استحضار القلب حضور القلب وجهت وجهي شوف أنت أول ما تقول قبل تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين توجه نفسك كل قلبك كيانك كل مشاعرك لله سبحانه وتعالى وتستحضر القلب تستحضر القلب هذا يعينك على هذا الطائر الذي يتنقل من غصل إلى غصل أن تقيده وتركز وتوجه بالصلاة لله سبحانه وتعالى هذا حالة تنقل الذهن وشرود الذهن في الصلاة تحتاج لترويض أقرأوا الآداب المعنوية للإمام الراحل رحمة الله عليه جدا نافع لكل شاب يريد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى عجيب هذا الكتاب يعالج كثير من الأمراض للإنسان ويعالج هذه الحالة التي تكون للإنسان في الصلاة بشكل خاص أرجع انظروا إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهما السلام كان أعبد الناس في زمانه الله أكبر كان أعبد أعبد الناس بكى وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهق يغشى عليه منها سلام الله هذا الوصية الوصية التي أوصى بها جناده وهو أحد أصحابه وهي وصية لنا هذه الإمام أوصاها وهو على فراش الموت أذكرها بدون أي تعليق قال عليه السلام استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك ولا تحمل هم يومك الذي أنت فيه واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه وإن كان حراما لم يكن فيه وزر فأخذته منه كما أخذت من الميتة وإن كان العقاب فالعقاب يسير وعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته عز وجل وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك وإذا أخذت منه صانك وإذا أردت منه معونة أعانك وإن قلت صدق صدق قولك وإن صلت شد صولتك وإن مددت يدك بفضل مدها وإن بدت منك ثلمة أي عيب وإن بدت منك ثلمة سدها وإن سكت عنه ابتدأك وإن سكت عنه ابتدأك وإن نزلت بك إحدى الملمات وإن نزلت بك إحدى الملمات وأساك من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليه منك الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق وإن تنازعتما منقسما آثرك هكذا الإمام راح يوصي جنادا وهو على فراش الموت بأبي هو وأمي ينازع حرارة السوم التي صارت تقطع أحشاء حتى قذف شيئا من أحشائه في ذلك الطشت قطعا كأنها الكبد تعرف السوم كيف يعمل في الأحشاء وكيف أنه يجمد الدم ولما جمد الدم وصار قطعا في جوف الإمام لفظه من أحشائه ليوصفه الواصفون قطعا من كبده يعني قطع دم متجمد كأنها الكبد سلام الله عليه حتى أنه كان يخفي ذلك الطشت حتى عن أخواته وأخته زينب سلام الله عليها لماذا حتى لا تتأثر زينب وهي ترى أحشاء أخيها في ذلك الطشت يخاف على مشاعر زينب لا تبكي زينب لا تتأثر زينب أقول له مولاي أبا محمد يا حسن أنت خفت على مشاعر زينب أنت رى هذه القطع في ذلك الطشت إذن كيف لو رأيتها وهي واقفة في يوم كربلا أمام أخيها الحسين ورأته مقطعا إربا إربا موزع الأشلاء مقطع الأعضاء وهي تنادي وحسين وقالت اليوم مات جدي المصطفى اليوم ماتت أمي فاطمة الزهرى اليوم مات أخي الحسن المشتبى أيو حسين وحسنا ومصيبتا المصطفى المصطفى